السلام عليكم ورحمة الله اليوم شاء الله راح نوضح كيف ممكن نشغل روتر الانترنت او حتى مثلا انك تشحن مكينة الحلاقة بدون ما يكون في عندك تيار كهربائي يعني في حال انه انقطعت الكهرباء بامكانك انه باستخدام هذه الطريقة انك تشغل هذه الادوات بسهولة طبعا اخواني يعني في البداية بنحتاج واحد من المحولات اللي موجودة عندنا في البيت زي هذا المحول اللي احنا شايفينه قدامنا طبعا يعني يكون ما له استخدام او يكون مثلا خربان لان احنا فعليا بحاجة للكابل او السيليك اللي موجود مع المحول مثل ما احنا شايفين هذا المحول وقابلك تتأكد انه المحول فعليا بركب عندك على مثلا اه مكينة الحلاقة او حتى على الراوتر زي ما انت شايف انه اه بامكانه يعني فعليا يشغل المكينة اللي موجودة عندنا او آلة الحلاقة اللي موجودة ونفس الشيء كمان تأكد انه بشغل آآ الراوتر او يعني المدخل آآ بركب معك بشكل صحيح مثل ما احنا شايفين في هذه الصورة طيب بعدك اخواني راح نوخذ هذا السيليك اللي موجود مع المحول وراح نقطعه ونوخذ السيليك اللي في الكونكتر اللي موجود عندنا تحت طبعا بعد ما نقطع السيليك احنا راح نعري السيليك من الاعلى زي ما احنا شايفين راح يصير معنا السيليك بهذا الشكل خلينا نركب السيليك على مثلا او نجرب نبدأ في آآ مكينة الحلاقة اللي موجودة معنا زي ما احنا شايفين طيب الخطوة الثانية اخواني منحتاج كمان آآ كابل يو اس بي يعني اخواني منستخدم اي كابل يو اس بي موجود عندنا آآ طبعا مش لازم الكابل هون انه يكون خربان يعني ما بيشتغل لانه فعليا بدنا اياه علشان نوصل تيار كهربائي بعدين راح ناخد الكابل وراح نقطع الكابل آآ زي ما احنا شايفين وبعد ما نقطع الكابل الو اس بي راح نعري الاسلاك بشكل كامل زي ما احنا شايفين طبعا هنا آآ كل كابل يو اس بي بكون فيه له مجموعة من الالوان انا الكابل الموجود معي فيه لونين زي ما انتا شايف اللي هو بلزمني الابيض والاخضر طبعا ممكن آآ ناس يطلع معها كابل ثاني راح فرجيكم صورة لكابل ثاني بيكون فيه الالوان اللي هو الاحمر والاسود اللي هو يعني الموجب والسالب زي ما انتا شايف في هذه الصورة طيب خلينا نرجع للكابل الرئيسي تبعنا كابل اسود طيب اخواني راح ناخد كابل وراح نوصله مع آآ اي باور بانك موجود عندنا بس لازم يكون الباور بانك آآ بعطي آآ بولتية عالية يعني بالذات علشان تقدر تشغل آآ الراوتر آآ طيب راح نوصل كابل اليو اس بي مع الباور بانك بعد هيك راح نوصل آآ سلك المحول اللي مشبوك معنا في مكينة الاحلاقة مع سلك اليو اس بي اللي موجود على الباور بانك طبعا راح نوصل الاسلاك الموجب مع الموجب والسالب مع السالب طبعا يعني العملية ما فيها خوف يعني ما راح اصير في عندك لا شرط ولا اي تماس في التيار الكهربائي خلينا نوصلهم طبعا يعني اخواني يعني بالعادي الكابل الاحمر هو الموجب والاسود هو السالب زي ما انتو شايف عنا بدت عملية شحن آآ مكينة الحلاقة وهاي صورة من الاعلى آآ راح فرجيكم آآ تأكيد للعملية خلينا اطفي الباور بانك تم ايقاف آآ الشحن خلينا نرجع نشغل الباور بانك زي ما انتو شايفين بلشت عملية الشحن مرة ثانية آآ خلينا نشيل الكابل ونوصله مع الراوتر طبعا اخواني الراوتر فليا بحاجة لاربعة فولت او خمسة فولت علشان آآ يشتغل علشان يكل باور بانك لازم يعطي فولتية عالية طبعا في روترات بتكون بحاجة الى اتناشر آآ بولت علشان تشتغل فهون انت بحاجة الى شيء اكبر يعني ممكن تستخدم بطاريات آآ الحجم الكبير علشان تشتغل زي ما تشايف عنا آآ اشتغل الراوتر بالكامل هذه كمان صورة من الاعلى وراح اشيل كل الاسلاك علشان اثبت انه العملية ما فيها اي خداع وما في عندي زي ما البعض بعمل اسلاك من من تحت الطاولة عفوا زي ما انت شايف كلها اسلاك موجودة وموصلة مع الباور بانك بالكامل طيب اخوان احنا هيك بنكون وصلنا الى نهاية الفيديو بنشوفكم ان شاء الله بشرح جديد في امل الله